ولي طبعا كنا بنقول في أخبارنا النهاردة إن أبرز اللي كان مفروض يناقشوا من ملفات ترتيبات معسكر المنتخب الوطني تأجيل برضو الجماعية العمومية إلى جنب برضو تحديد بعض الملاعب البديلة للدوري أو الأندية اللي في الدوري عشان طبعا هيتم استغلالها في أمم أفريقية مساء الخير على حضرتك براحب بيك يا شيمي طبعا وبرحب برحب مروان صالح النور الله يخليك يا عم نبتدي بالملاعب طبعا يعني هو خلاص ست ملاعب ده الصفان هيا خلاص هما لصديقه في أم أفريقيا اللي هتوقعهم 21 يونيو في مصر طبعا الملاعب هي دعني استرق خيارة ده خلاص كان فيه استاذ السلامه دم استبعاده وطمر استقرار على استرددفاع مكانه استاذ السكندرية وستاذ السويت وستاذ اسمعالية وستاذ بورسعيد يعني دول ست ملاعب خلاص الرسميين لصديقه لصديقه أم أفريقيا 2019 كان يعني فيه بعض الملاعب الثانية ان هو حصل لنعم اللغوطة ده ملاعب تاني دي خاصة بالتدريب يعني زي بيتروس كورت ده مخصص من تدريب المنتخبات استاذ السلام مرضوك مراشح نوع يخش تدريب فتروس كورت عليه عليه بيتقرب عليه أنبي والزمالك يعني صحيح فازاي هيتم التنسيق يعني تمام هيبقى يعني هيبقى عليه تدريب بعض المنتخبات استاذ الناصر برضو كم راشح عنه تدريب بعض التدريبات استاذ السلام خلاص يعني حل الاستبعاد وحل الأزمة بتاعه خاصة بمشارات الأهلي خاصة ويرجع يستضيف مشاراته في الدوري وبرج العرب طبعا هستضيف المشارات الليها الكبيرة الجماهرية للأهلي أو برامز هيبقى مشارات برج العرب عليها مشارات الأهلي والإسماعيلي والزمالك الأهلي وبرامز للأهلي والإسماعيلي هيبقى على استاذ برج العرب طبعا المشارات كلها مواصل بكات مصر دون جماهير ذا نهاية خلاص المنظرها النهاية ممكن يبقى فيها جماهير مشارات الدولي خلاص يعني الأمن بيحدد معظم المشارات لو في مشروف كماهرية كبيرة الأمن هو اللي بيحدي لعدل كماير ثلاث يعني الملعب خصوص تم الاستقرار عليها لازمة الكاف خلاص يعني الملعب مستوفاء للشروط الخاصة بالبطولات الكبيرة طبعاً احنا عندنا كذا ملعب مهيئة أو كذا السهلات مهيئة للبطولات الكبيرة دي مش الأول مرة نخضر بطولة الحمد للهنا أقول دي ثالث أو رابع مرة فأقل من عشر سنة نخضر بطولة كبيرة ده بالنسبة للملاعب اللي تدوره خلاصي عن أستاذ السلام الحمد لله أنه تم استبعاده فأداء يحل أسماعات المشارات الأهلي أكيد أستاذ بطرز بوري طبعا يحل مشارات الزمالك برج العرب يحل المشارات الأهلي الكبيرة وفي أفريكا سيب مشارات أفريكا سواء للأهلي أو للزمالك شفنا فاز إسمعنا بعد تم إغلاقها برج العرب الأعرب لإصلافت بعض المشارات الإسماعي والسويس إن الأعرض كان برضو كان الابتماعي تكلم أو اتطرق للجامعة العلمية اليوم تدور عشرين فبراير وكان بعض الأعضاء مجلس إزالة طلبوا تعاكلها لأنه الكابتن هاني تحديدا وبعض الأعضاء المجلس ومشغولين بالتجهيز لهم أفريكا لكن كان فيه خلاف أو كان فيه حالة دقيق من الجامعة العلمية داخل الجامعة العلمية أنهما سيأكلوا لموعد تاني فاستقرر الأعضاء أنه أردا قامت الجامعة يوم تدور عشرين فبراير وهيتم من أجل بعض البنوط وأعتقد أنه يبقى فيها أكثر من الأزمات يوم الجامعة العلمية يعني في حالة غضب صحيح حالة غضب من بعض أعطاء الجامعة العلمية وعايزين يغيروا بعض البنوط الحصة بلاحظة النظام للاتحاد الكورة زي بقى الثمان والثمان سنين صحيح أه بقى الثمان سنين هيتغير أه بعض الأمور الحصة بالترشيح يعني اللي هو المفهود من المجلس اللي فات هو اللي بيختار النائب لا هم عايزين هو يعني غالباً دورة أنه يكون عضو أو دورتين النائب يبقى دورة واحدة لكن كل ده لسه أخلاف مفيش حاجة رسمية لغات الوقت ده اللي هيبان في الجامعة العلمية لكن بالكلم على حت النائب أنه هو المفهود اللي فات هو الأعضاء هما اللي بيختاروا النائب صحيح يعني أعضاء مجلس الأدارة هما اللي بيختاروا النائب لكن هما الانتخابات الجاية عادين يبقى فيه منصف للنائب يبقى يتم معلوم الانتخاب مش مجلس الأدارة هوا اللي يختار فده برضو من البنود اللي هيبع لها خلاف طبعاً مفهود المرأة طبعاً من بعضهم طلب أنه يتم استبعات مفهود المرأة ويتم يعني يكون للمرأة أكثر من مكان لو أي مرأة عايزة ترشح نفسها ترشح بمفيش بيع مفهود أو مفهودين صحيح صحيح فده برضو يعني على نوع الخلاف الجامعة العمال الجاية طبعاً بان ثمان سنزة مفهود الشيما أنه هو ده اللي هيبع لها خلاف الكبير حقاً لديه أربع أعضاء وخمس أعضاء في الصبع اليوم بان ثمان سنين مش هبقى اليوم حيات ترشح الانتخابات الجاية طبعاً على طم كافتين الزاهر وكافتين طمع فالساع وخال الثاطير وأحمد مجاهد طبعاً في الغاز دلوقت فيه موضوع بان ثمان سن ده فيه خلاف أكيد أكيد أحد أعضاء المجلس وكافتين أحمد مجاهد تحدي أنه عايز يهاجل للجامعة العمال ولكن تم رفض هذا الطرار تم رفض هذا القرار من قبل أعضاء المجلس وفلاصة الجامعة العمال بـ 23 كبير في أحد خنادق 6 أكتوبر وطبعاً هتبقى على يعني بعض البنوط ده أمون في هذه النواة أفعب بان ثمان سنين ده اللي هيبع عليه مشاكل طيب خليني بردو سألك عن الملاعب بعد دور 16 في بطولة أمم أفريقيا هل هيتم فعلاً استبعاد ملعب بفورسعيد وسويس؟ تمام يعني هو الأدوار اللي هي النهائية 16 وإستبعاد دور 16 فعلاً هو دور 8 أو قبل النهائي هيبقى طبعاً عليها كبير كماهير كبير طبعاً متحدين يعني الموظم فرص مرشبات منتخب موظم إن شاء الله في صدق فائرة فهم أفضلوا الملاعب الكبير ساعة الكمالية ساعة الكمالية بتاعها تبقى كبيرة تبقى في الملاعب وغير كده يعني كورسعيد وإنبهاش عدد كافي من الفنادق نهاية قدرت تستعمل الدمهير آه مش مع أيها ناس تابل عدد الضغط الكبير من ناحية الفنادق أو الثراء أو الحاجات دي فهم أفضلوا إنها هيبقى يا القاهرة أو اسكندرية هم القارب إنهم يصطيفهم مرشبات الزر الثمانية أستاذ محمد مراد الصحفي في اليوم استابعنا وارتنا أكيد في كلام في الميديا